اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما زلنا نعيش كثيرا من فضائلها جمعية العلماء ساقها الله سبحانه وتعالى في وقت حاسم حين ظنت فرنسا بأنها قد قضت على الجزائر ودينها ولغتها فأخرج الله من صلب هذا الشعب جمعية كان شعارها الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا هذه الأمور لا ينكرها أحد وقد تحدث الناس جميعا من من يعرفون الجمعية عن هذا الماضي الذي لا بد من الاتكاء عليه لمعرفة نتائج هذه الجمعية اليوم ساق الله سبحانه وتعالى رجالا آخرين فقادوا هذه السفينة إلى بر الأمان وما زالوا يقودونها ويؤدون المشروع الذي بدأته جمعية العلماء ودليل ذلك هذا الصرح العامر دار الحديث بيت الإمسان الذي كان وما يزال يواصل هذه الرسالة النبيلة وكانت رسالة شاقة ولكن هؤلاء الرجال هم أهل لهذه المسؤولية فهم يؤدون هذا الواجب من خلال ما يقدمونه من دروس وندوات وجلسات علمية وكذلك من تحفيظ الناشئات لكتاب الله سبحانه وتعالى كذلك بتقديم دروس مختلفة في اللغة العربية أو في علوم القرآن من فقه وتفسير وترتيل يعني أحكام التلاوى وغيرها إذن هذا المشروع الذي ما زال متواصلا لعله سينفع هذا الجيل كما نفع الجيل السابق ولعل الأجر العميمة والفضل الكبير يعود إلى هؤلاء الناس الذين شاء الله لهم أن يكونوا صرحا أو أن يكونوا لابنة في هذا الصرح العظيم صرح الجزائري التي كانت وما تزال شامخة وواقفة تنفع نفسها أولا وأبناءها وكذلك لا تبخل به فضلها على جيرانها في القارة الإفريقية وكذلك في العالم العربي والإسلامي إن لم نقل في العالم كله إذن فجز الله رجالات الجمعية الأوائل وجز الله كذلك رجالاتها اللاحقين ولكن الفضل يكون دائما للأول وصدق من قال الفضل للسابق وإن أحسن اللاحق ولكن هذا اللاحق ما دام مواصلا طريق أسلافه فهو في الطريق الصحيح ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم خير خلف لخير سلف ونحن على طريقهم سائرون وإن كنا لا نستطيع أن نأتي بمثل ما أتوا به ولكن الشاعر يقول وتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم رجالات الجمعية بأسمائهم جميعا وأن يوفق إخواننا في الوقت الحالي إلى مواصلة هذا المشروع المثمر وأن يجري الخير على أيديهم حتى تبقى هذه الجمعية وتبقى هذه الدار دار الحديث شامخة واقفة تسدي النفع للجميع وقد وفقني الله سبحانه وتعالى إلى كتابة مجموعة من القصائد لكنني أعتز بأول قصيدة كتبتها عندما كنت أستاذا للغة العربية بمتوسطة بجوار دار الحديث وكانت تحميل الإسم نفسه متوسط دار الحديث فكتبت قصيدة عنوانها بدار الحديث جاء فيها بدار الحديث يلوح الأمل وتحلو الحياة ويحلو العمل بدار الحديث تلامذة يجدون لا يعرفون الكسل بدار الحديث أساتذة يجيبون من استقى أو سأل قطعنا على النفس نيل العلا ونحن مع الدرب لما نزل عزمنا على المجدلان ثني ومن يبتغي المجد حتما يصل فهيا جميعا بعزم أكيد لتحيى الجزائر عهدا جديد إلى أن أقول في آخر القصيدة عماد الجزائر أول الهمم رجال غدا يرفعون العلم يعيدون للقطر أمجاده بدين وعلم وحسن الشيام إذا ما أرادوا بلوغ المنا لقاموا الليالي وقالوا نعم دماء الشهيد أنارت لنا رحاب العلا وأعالي القمم تعالوا لنحي زمانا مجيد إذا صح عزم الشباب العتيد كذلك وفقني الله سبحانه وتعالى إلى قصيدة ذكرتها في ختام تكوين الأساتذة المتربصين بتيلمسان لهذا العام قلت فيها باسم الذي سمك السماء وزانها بمصابح النورين والنجمات إني وددت بأن أدوم معلما حتى توارى في التراب عفاتي لكن قانون الحكومة قال لي أقعد فأنت الآن ذو الشيبات لكنني ما قعدت لكنني ما قعدت لكنني واصلت حرا ثابتا أسدي لكل الناس من خدماتي هذا أعلمه وذا أوجهه وذا أعطيه من نصحي ومن خبراتي فالدرس عندي فالدرس ترياق السقام جميعها فالدرس ترياق السقام جميعها والقسم عندي جنتي وحياتي أنسي مع درسي إلى رمسي وإن نفسي كبت قاومت ذي العثرات أرجو رضاء الله ثم ثوابه حتى أفوز لأفوز في الدنيا وبعدما مات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشيخ المصلي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد القادر العماري من الزملاء الذين جالسنا على طاولة في قسم واحد بالمحة التكنولوجي من طوفيل الشيخ العماري عرفناه معلم رساليا ليس معلم وظيفيا أبجاديا بل معلم رساليا لأن المعلم الحقيقي هو الذي يحمل هذه الصفة أحتفت تعريف المعلم يقول لك المعلم صاحب رسالة وحامل دعوة وقائد فكره رسالته رسالة الأنبياء والمرسلين ودعوته ودعوت القرآن الكريم وفكرته تنبعه من معين الإسلام والشيخ عبد قادر العماري منذ صغره وهو على هذا الدريق ولذلك لحد الآن يعطي دروسا في القواعد في اللغة مجانا لطلبة المدارس الأخرى تطوعا تطوعا وله قصائد كثيرة ولكن كان قد أطربنا بقصيدة أثناء ملتقى الشيخين السنوسيين حتى يكفي أن والي الولاية رجل طيب الذي كان على رأس ولايتنا قام كنا قد أهدينا لواليك برنوسا قام والي الولاية الشيخ علي بن يعيش وقبل الشيخ العماري في جبهته ونازع البرنوس وألبسه لشيخ العماري ومن النوكة سألني بعد الشيخ العماري سألني هذا السور قال لي هل البرنوس يعادوا إلى صاحبهم هو هدية لي قلت له هو هدية لك إذن هذا هو الشيخ العماري فإن استطاع أن يذكرنا ببعض الأبياس من هذه القصيدة في ملتقى الشيخين فليسة فضل أذكروا البيت الأول فقط في ملتقى الشيخين هاج جاناني وانفك من فرط الحبور لساني ودعوت ربي أن يبارك جمعنا والله سأرجع أني مفاجئا والذاكرة صارت ضعيفة ربما في مناسبة أخرى أن أعودوا إليها إن شاء الله بارك الله فيك سي عبد القادر العماري شيخنا وأشتادنا كانت هناك قصيدة في تكريم الشيخ الشيخ أي تعالجات نعم كذلك قصيدة في تكريم المرحوم متأطلع متأطلع في تكريمه ثم في تأبينه يعني بعد وفاته ولكن كل هذا الأمور إن شاء الله إن شاء الله إلى تساة الأمور إن شاء الله كذلك في وفاة شيخ شيبان رحمة الله وعلي هذه قصائد قد نعود إليها إن شاء الله بمناسبة الأخرى بارك الله بارك الله بارك الله بكم جزاكم الله خيرا وأحفظكم الله ورعاكم يا خير الخلق بالنور أتيت وأزحت الغمة عن قلبي ومضاي تكسو الأنثى عزا يبقى